السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة شريف الشريف المادة لغتي موضوع الدرس إثراءات إملاء منسوخ وإملاء منظور بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو غلاف كتابنا لمادة لغتي ولونه أحمر نشاهد هنا صورة فواز ونورة وبقية الأسرة غلاف الوحدة إثراءنا في الوحدة الأولى والتي عنوانها أقاربي وهذه الآية التي تحث على البر بالوالدين وصورة أسرة فواز ونورة هنا دليل الوحدة إثراءنا لهذا اليوم يهمنا فيه من الكفايات المستهدفة الاستماع والقراءة والكتابة هيا بنا الآن نجلس في مكان هادع ونستمع إلى شرح المعلمة نحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص ودفتر الإملاء مستعدون؟ ممتاز اليوم بإذن الله سوف نتعلم نكتب الإملاء المنسوخ مضبوطا بالشكل في الدفتر نكتب ما تمليه علينا المعلمة إملاء منظور في الدفتر إذن رائعين تعودنا أن نكتب الإملاء المنسوخ في الكتاب ولأننا انتهينا من الدروس ونحن الآن في الإثراءات سوف نقوم بكتابة الإملاء المنسوخ في الدفتر نفتح الدفتر الآن نشاهد هذه الجملة أمامكم في الشاشة والتي سبق وقرأناها في النص القرائي الدرس الأول من الوحدة الأولى سأقرأ عليكم هذه الجملة الآن أريد منكم التركيز على الظواهر الصوتية في هذه الكلمة في هذه الجملة عفوا أيضا لأننا سوف نقوم بنسخ هذه الجملة في السطور عندكم في الدفتر ماذا سنراعي في الإملاء المنسوخ؟ ممتاز نكتب على السطر مضبوطة بالشكل لا ننسى العلامات أحسنتم لا ننسى نقاط الحروف أيضا لا ننسى علامات الترقيم إذا كان لدينا فاصلة أو نقطة لا ننسى كتابتها وآخر شيء وهو المهم أن نكتب بخط جميل ومرتب إذن الآن هذه هي الجملة أمامكم سوف أقرأها عليكم الآن الأب صلة الرحم تعني زيارة الأقارب والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم ومساعدتهم عند الحاجة ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم إذن المطلوب مننا أكتب الأكتب الجملة الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ سوف نقوم بالكتابة على السطر في الدفتر كما قلت لكم نراعي أن نكتب على السطر لا ننسى علامات الترقيم لدينا هنا نقطتان رأسيتان لدينا هنا فاصلة وفاصلة أخرى تتكرر الفواصل ونقطة في نهاية الجملة لا ننسى الهمزة لا ننسى نقاط الحروف أيضا الضبط بالشكل لا ننسى سنقوم الآن بالكتابة نبدأ بسم الله لمدة دقيقتين لكتابة السطر السطرين الأولين سوف نكرر كتابة هذا الإملاء المنسوخ ثلاث مرات سنكتب أولا في السطرين الأولين ثم نتوقف قليلا ونكمل الكتابة سطرين تاليين الآن دقيقتين تبدأ من الآن للإملاء المنسوخ شكرا للمشاهدة 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 انتهينا يا رائعين أحسنتم بارك الله فيكم ماذا راعينا في الإملاء المنسوخ ممتاز الكتابة على السطر وخطنا جميل وواضح لا ننسى علامات الترقيم أحسنتم والجملة تكون مضبوطة بالشكل الآن سننتقل إلى نوع آخر من الكتابة وإملاء آخر قبل ذلك سنستعرض عليكم الخط هكذا تكون خطوطنا واضحة وجميلة بارك الله فيكم أحسنتم برائعين الآن سننتقل إلى الإملاء المنظور ألاحظ الجملة الآتية ثم أكتبها في دفتري إملاء من معلمي إملاء منظور إذن هذه هي الجملة نريد الآن أن نقرأها وأن ننظر إليها أن نلاحظ أيضا الظواهر الموجودة في هذه الجملة ثم سأقوم بإخفاء هذه الجملة وأمليها عليكم نقوم بكتابة هذه الجملة في الدفتر مضبوطة بالشكل الآن سأقرأ عليكم هذه الجمل والتي هي مقطع من النص السابق الذي قمنا بدراسته وهو نص صلة الرحيم سأل فواز أباه ما معنى الرحم يا أبي الأب الرحم اسم لكل من تربطنا بهم صلة قربة نورة وما معنى صلة الرحم نركز الآن يا رائعين على الكلمة سألة نلاحظ الهمزة فوق الألف لدينا هنا حرف مشدد فواز وأيضا لدينا هنا تنوين بالضم ممتاز نلاحظ أيضا كلمة أباه انتهت بها وها منفصلة وليست تا مربوطة لنركز أيضا كلمة معنى انتهت بألف على صورة يا وليست ألف من قائمة كهذه أيضا لدينا هنا حرف مشدد الرحمي وأيضا لدينا في نهاية الجملة علامة الاستفهام وهنا نقطتان رأسيتان وأيضا هنا نقطتان رأسيتان هنا اسم الرحم اسم همزة الوصل لا نكتب الهمزة تنوين الضم أيضا حرف مشدد لدينا هنا مقطع ساكن تر بطناء أيضا انتهت الجملة بهذه الكلمة التي انتهت بألف على صورة يا قربا انتهت أيضا الجملة بنقطة الجملة التالية نورة التاء المربوطة المنفصلة نركز عليها وليستها انتهت هذه الجملة بعلامة الاستفهام إذن رائعين الآن نفتح الدفتر ونستعد للكتابة أذكركم بطريقة الامساك بالقلم ممتاز نبدأ الآن بسم الله ونكتب في الدفتر هذا الاملاء المنظور نبدأ الآن سأل سأل نكتب على السطر سأل فواز أباه نقطتان رأسيتان ما ما معنى الرحم الرحم يا أبي علامة استفهام في نهاية السطر ممتاز نبدأ الآن سطر جديد الأب الأب نقطتان رأسيتان الرحم 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 لكل لكل من تربطنا بهم صيلة قربى نقطة ممتاز بارك الله فيكم سطر جديد بالأسفل نورة نقطتان رأسيتان وما معنى صيلة صيلتي عفوا وما معنى صيلتي الرحمي وعلامة استفهام ممتاز انتهينا بارك الله فيكم سأقرأ الجملة سريعا حتى نتأكد من النقاط والضبط بالشكل سأل فواز أباه نقطتان رأسيتان ما معنى الرحيم يا أبي علامة استفهام السطرة الثانية الأب الرحيم اسم لكل من تربطنا بهم صيلة قربى نقطة السطر الأخير نورة نقطتان رأسيتان وما معنى معنى صيلتي الرحيم علامة استفهام انتهينا بارك الله فيكم سنستعرض الآن الجملة لنرى إن كانت قد كتبناها بطريقة صحيحة أو لدينا أخطاء فنقوم بتصويبها ممتاز بارك الله فيكم يا رائعين الآن نراجع هذا النص إن كان لدينا أخطاء نقوم بتصويب الخطأ وتكرار الكلمة بكتابتها بطريقة صحيحة ثلاث مرات وإذا كنا كتبنا بطريقة صحيحة وليس لدينا أخطاء نضع علامة صح ونرسم لأنفسنا نجمة بارك الله فيكم نصف دقيقة لتصحيح الأخطاء إن وجدت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لاملاء المنسوخ مضبوطا بالشكل في الدفتر وكتبنا ما أملته علينا المعلمة املاء منظور في الدفتر انتهى درسنا لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله